قال سفير المملكة الهولندية لدى الأردن أن الأردن قدم للاجئين السوريين ما لم تستطع دول كبرى تقديمه وتحمل أعباء كبيرة جراء ذلك تستوجب دعمه للتكيف مع تحديات اللجوء على مختلف الصعود وأضاف السفير الهولندي لدى الطلاع على المشروعات التي تنفذ في بلديتين إربد الكبرى والوسطية أن حكومة بلاده تتطلع لتقديم المزيد من الدعم للأردن في العديد من المجالات لسيما ما يتصل منها بالجانب التنموي الذي ينعكس أثره المباشر على الإنسان انطلاقا من عمق علاقات الصداقة التي تربط المملكتين نحن سعيدين باستقبال سعادة السفير للإطلاع على أرض الواقع على أثار عمل مشروع الخدمات البلدية والنجاحات المتحققة يوميا بحمد الله مع البلديات المستفيدة والشريكة لأعمال هذا المشروع بلديات محافظة إربد حصل عدد من البلديات في محافظة إربد على مجموع 35 مليون دولار من عام 2014 إلى اليوم كمشاريع لبنية تحتية ومشاريع أيضا لمباني واحتياجات مجتمعية تم التصويت عليها بشكل شفاف واضح نحتفظ مع الأردن بعلاقات صداقة قوية وقديمة وسنعزز برامجنا في الأردن بشكل قوي وسنركز على موضوع اللاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة لهم من خلال العمل ليس على المستوى الحكومي فقط ولكن أيضا على مستوى رؤساء البلديات فنحن نشعر بأن البلديات قامت بعمل رائع في استضافة اللاجئين وتنفيذ مشاريع البنية التحتية شكرا